وإلى المعدن الأصفر إذ ارتفعت أسعار الذهب اليوم حيث أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي في خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس وصعد الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى 2309 دولارات و24 سنة للأنصة وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318 دولارا و80 سنة للأنصة وقال رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة أن هدف التضخم البالغ 2% يعد حاسما لجهود مجلس الاحتياط الاتحادي لتحقيق استقرار الأسعار